بدأ حوالي 80 مليون ناخب في المكسيك الأحدى التصويت في انتخابات رئاسية وتشريعية ومن المتوقع أن تعيد هذه الانتخابات الحزب الثوري المؤسساتي للسلطة بعد هزيمته في العام 2000 حكم قبلها البلاد على مدار 71 عاما وتشير الاستطلاعات إلى فوز مرشح الحزب الثوري المتحالف مع الخضر أنريكي بنيانيتو الذي يتقدم بفارق 10 إلى 17 نقطة على مرشح تحالف اليسار أندريس مانويل لوبيز أبرادور وأبرادور الذي كان رئيسا سابقا لبلدية مكسيكو يترشح عن ائتلاف ثلاثة أحزاب يسارية ويحتل المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي فوز أبرادور إذا تحقق سيكون بمثابة سابقة بالنسبة لليسار في المكسيك فيما تحتلهم رشحة الحزب الحكومي جوزيفينا فاسكر موتا الموقع الأخير في الاستطلاعات